اشتركوا في القناة في هذا الموضوع بالذات أن يتم إنشاء لجنة إشراف على الإعداد وضبط البرنامج والرزنامة الخاصة بالاحتفالية الخاصة بالذكرى الستين التي تمتد من سنة 2023 جولي 22 إلى غاية جولي 23 في هذا الإطار كيفنا كل البرامج التي تم ضبطها وإعدادها لإحتفال ذكرى الستين بالكيفية الملائمة لتصل إلى الشباب وحتى يحتضنها الشباب ويتحمل بدوره مسؤولية إصال هذه الرسالة من جيل إلى جيل نصب اهتمام قطاعنا الوزاري في دراسة كل هذه الملفات المرتبطة بالذكرى الوطنية من خلال التأسيس لهذا العمل بطرق أولا العلمية والأكاديمي المناسبة من خلال تسجيل وتكليف فرق البحث المتخصصة سواء التي توفر على القطاع من خلال المركز الوطني الدراسات والبحث الحركة الوطنية لدراسة مشاريع بحث متخصصة في هذا الموضوع وتتناول بالدراسة ملفات الذكرى الوطنية لما نتحدث عن ما قامت به فرنسا الاستعمارية بالنسبة للجزائريين تعتبر جرائم حرب فإذا تحدثنا على المفقودين أو المهجرين هو من ملفات الجرائم المرتكبة في حق الشعب الجزائري أيضا سرقة أو إطلاف الأرشيف الجزائري نفس الشيء ندرجه ضمن هذا السياق والشيء نفسه مطروح بالنسبة لجرائم الإبادة الجماعية دراسة الملفات بين الطرفين الطرف الفرنسي والجزائري في مواضيع الذكرى هي مسألة متروحة لجان عليا منصبين بهذا الشأن وهي تأخذ على عتقها كل مرة بدراسة ما هو الجديد في هذا المواضيع والمسألة أيضا تخضع إلى مبدأ كما ذكره سيد الرئيس هو مبدأ التعامل من الدية بين البلدين فكلما تتاح الفرصة لأن تثمر هذه الملفات لن يتأخر الجزائريون في معالجتها بالمعالجة الكيفية التي تليق بذاكرتنا وذاكرت أمتنا كثير من هذا التراث الذي تعرض لنهب السرقة كان محل عناية خاصة أيضا من طرفنا وحتى يتم التكفل بها أو دراسته بطرق العلمية قلفنا فريق عمل أنه يعكف فقط على جرد وتقييد كل الموروث المادي والمادي الخاص بالجزائريين أثناء فطرة الاحتلال والذي تم نهبه أو أخذه إلى الطرف الآخر اللغط الحاصل في بعض المفاهيم التاريخية هو نتاج سنوات سابقة من كتابات تروم أهداف لا تخدم مصارحنا الوطنية فمدرسة الكولونيالية في كتابة التاريخ عبثت أقول بالكثير من هذه المفاهيم وبالتالي الآن أن ترجع الأمور إلى نصابها وأن يتكفل أهل الاختصاص من الأساتذة والباحثين المخلصين للوطن هذه المسألة من بين الإجراءات التي انتخذناها وأيضا كلفنا أهل الاختصاص بتسجيل مشروع بحثي خاص بتحديد المفاهيم وإعادة ضبط المصطلحات المستخدمة في كتابات التاريخ الرصيد الذي يتوفر على القطاع هو رصيد أقول خام الآن يتوجب بالضرورة المرور إلى إضفاء تلك المقاربة العلمية في دراسة شهادة الحياة فوجب الآن جمعها تبويبها ودراستها وتصنيفها وفق الآليات العلمية المتاحة من طرف أهل الاختصاص ثم تكون بالفعل متاحة للطلبة والباحثين والدارسين حتى يتم كتابة التاريخ كتابة سليمة يتعين علينا أن نبذل المزيد في هذا السياق في سياق الاعتناء بالمجاهدين والمجاهدات وأرامل الشهداء وكل الفئة التي كفلها وكفلتها الدولة في سياق القانون الآن قانون مجاهد الشهيد فالرعاية الصحية والاجتماعية مكفولة قانونا ووفرت الدولة الكثير من الخدمات التي تروم هذا الجانب هذا المشروع نعده من أهم المشاريع التي أنجزت أقول أنجزت في إطار ستينية الاستقلال تساوقا مع الشعار المعتمد وهو تاريخ المجيد وعهد جديد سيغت المنصة الرقمية على هذا الأساس فتاريخ المجيد ضمنتها المنصة الرقمية في ذلك التاريخ ليمثل عمق الحضارة للجزائر انطلاقا إلى فطرة ما قبل التاريخ إلى غاية التاريخ للحديث والمعاصر هذه الفطرة أيضا تناولت جانبا آخر تناولت بالدراسة موضوع التاريخ العسكري للجزائر الأعلام الجزائر الثقافة والفنون وكذا كل المسائل مضمنة في هذا الجانب الشق الأخر من الشعار وهو عهد جديد وعهد جديد تناولت في المنصة الرقمية من هذا الجانب من خلال رصد إنجازات كل القطاعات الوزارية ستين سنة بعد الاستقلال وبحول الله سيتم إطلاقها قبل خمسة جويل إن شاء الله رسالتنا للشباب أن يضمن ويحتوي أمانة الشهداء ورسالة الشهداء وأن يمشي في طريقهم اليوم نتذكرهم ونتذكرهم في كل مناسبة لن يتنكر شبابنا لهذا التاريخ العظيم وسنظل نحتفل كلما كلما عادت المناسبة سنحتفل لنذكر أنفسنا بذلك العهد ويتذكر أبناؤنا ويتذكر كل الناشئاء جيلا بعد جيلا بحول الله بهذا الصنيع الأبدي للجزائر والجزائرية